هنروح بقى لخبر تاني الحقيقة الخبر ده مبسوط طبيعي جدا وعمل أصداء الحقيقة محلية ودولية كمان كبيرة جدا رغم أنه يبان خبر بسيط لكن الحقيقة هو مش خبر بسيط لآخر طبعا حرككوا سنة متعمعت ويمكن في الأيام اللي فاتت عن إغلاق عدد كبير من توربيونات الرياح في مصر لحماية الطيور المهاجرة وكمان زي محلوكوا عارفيني ممكن مصر بتقع على واحدة من أهم مسارات الهجرة المتعلقة بالطيور ما بين أسيا وأوروبا وإفريقيا بيتقلوا في فصل الخريف بيجوا ناحية أفريقيا وبالتالي بيعدوا على مصر بشكل أو بآخر أنواع كتيرة وبمئات الألاف منهم السؤور النسور لقالق وغيرها الحية المهم مصر في خطوة إنسانية مهمة بتعكس كمان اتزامها بالتنوع البيولوجي وحماية كمان البيئة أغلاقت التوربينات دي بشكل محترف جدا عشان تسمح لمرور هذه الطيور في مسارات الهجرة بدون أن تتعرض لأي أذى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر